عقد حزب الشعب الجمهوري بمقر الأمانة المركزية أول اجتماعاً للجانه الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني كان المكتب السياسي للحزب قد بادر بإصدار قراراً بتشكيل لجان بالحزب موازية للجان الفرعية بالحوار الوطني وتكليفها بعقد اجتماعات مكثفة طوال الشهر الجاري تستهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني حزب الشعب الجمهوري كما تحدثت سابقاً أنه كان في صدرة الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الحوار الوطني وكانت أيضاً في صدرة الأحزاب التي قدمت رؤيتها للمحاور الرئيسية وهي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن عندما جاء الحوار الوطني بالتساع وبملفات بعينها في لجان فرعية كان لزاماً على حزب الشعب الجمهوري أننا أدي تكلفات بتشكيل لجان موازية لكي تكون مخرجات هذه اللجان هي مدخلاتنا في اللجان الفرعية أثناء المناقشات ودايماً بنعمل حسابنا في المساحات المشتركة والقواسم المشتركة لأننا دائماً حزب الشعب الجمهوري دائماً وأبداً يبحث عن القواسم المشتركة من أجل هدف إحنا حطينه نصب أعيننا كحزب الشعب الجمهوري وهو زيادة صلابة وتماسك الجبهة الداخلية المصرية من أجل أن نكون مصر أقوى مصر أفضل مصر دائماً لنا وشعرنا دائماً مصر أولاً ومصر دائماً